تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسدل الستار على منافسات طواف سموه للهوى للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة بتنظيم من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وبالتعاون مع شركة فعاليات وأقيمت المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 80 كم وجرى تتويج الفائزين بحضور الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس تنفيذي للهيئة العامة للرياضة والشيخ خالد بن حمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية ومسؤولي الشركات الرعية والمساهمة وممثلي اللجنة العليا للطواف واسفرت المرحلة الرابعة والأخيرة عن فوز الدراج عبدالعلي بالمركز الأول على مستوى البحرينيين وفي سباق الخليجيين والمنتخب الوطني والمقيمين للمرحلة الرابعة جاء الدراج المغربي سعيد بلواش في المركز الأول وتوج الدراج البحريني عبدالعلي بطلا للطواف بعد أن توج رسميا بالقميصين الأصفر والأحمر كأفضل زمن والأعلى نقاط فيما حاز الدراج محمد عقيل على القميص الأزرق لتحت 23 سنة والدراج محمد خاتم على القميص الأخضر لفوق 40 سنة وحقق الدراج عادل بربري من فريق شرطة دبي على القميصين البرتقالي والرصاصي كبطل لطواف الخليجيين والمنتخب الوطني في أعلى النقاط وأفضل زمن وحاز على القميص البنفسجي الدراج الإماراتي محمد عبدالله الحمادي من فريق الوثبة لتحت 23 سنة والدراج بلاديمير حصل على القميص الوردي لفوق 40 سنة وفي سباق ذوي الهمم لمسافة عشرة كيلومترات حقق المركز الأول الدراج نصار المريسي أما على مستوى السيدات حققت الدراجة البحرينية فاطمة مراد المركز الأول في سباق البحرينيات والدراجة الصينية فيلين المركز الأول في طواف المنتخب الوطني والمقيمات موسيقى 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 اشتركوا في القناة